السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء وبنات طلاب صف الثالث السنوي اهلا وسعا بكم. ده فيديو جديد يا شباب على قناة مستر محمد ديب. اه النهاردة شباب ان شاء الله عندنا فيديو مهم. احنا بنحاول في الفترة الاخيرة ان احنا نفيد الطلب على قد ما نقدر بالحاجات اللي هي ممكن تنفحهم في الامتحاد. احنا شغالين في جانب اللي هو حل كتاب جاينز العماليقة امراجع نائية. بنزل حلقات حل للكتاب. النهاردة فكرنا مع بعض في سلسلة جديدة. ان شاء الله سلسلة دي تفتك وتبقى حاجة كويسة جدا. هنسميها كده يا شباب ازاي? نقفل. ان شاء الله كده مع بعض يا شباب ازاي نقفل سؤال البراجرف. هتبقى سلسلة كده يا شباب مجموعة من الفيديوهات. ازاي نقفل مع بعض كده سؤال البراجرف. ايه الفكرة يا شباب بروحة كده? احنا دلوقتي عندنا في مشكلة نلاحظينها مع موظم الطلبة. يعني في ناس كتير عندها رايتنج واقع. يعني في مشكلة في الكتابة. طالب فهم جرامر بيحل شوية بيحفظ كلمات. يجي عند الجزء الخاص بالسكلز اللي هو اللغة ضعيفة. الطالب ما ما بتدربش عنده اخطاء كتير بيسيب للنهاية فده بيبقى النتاجته انه بيجي الامتحان بينقص في الاسئلة دي. فاحنا عايزين في سلسلة فيديوهات كده ان شاء الله نزبط الحتة دي مع بعض. عايزين ان احنا ان شاء الله يا شباب يعني بعد ما نخلص مجموعة الفيديوهات دي يبقى كل الناس باتتابعنا عندها القدرة ان هي تعاف تكتب سؤال او كتابة عمتا يبقى عنده كويسة. عايزين نسمي الله كده شاب وراحة كده ونبدأ مع بعض يا ابني طبعا كلنا عارفين ان البراجراف دلوقتي ينزامه. اني مطلوب مني اكتب باراجراف من وان هندرد ان تونتي ووردس مية وعشرين كلمة. زي ما احنا عارفين انه بيجيب لي موضوعين في الامتحان. المفوض ان انا بختار منهم موضوع وببدأ اشتغل عليه. بص يا شباب عشان نستفاد يا ابني صح من السلسلة دي عايزين نشوف خطوات نمشي ازاي. مبدايا لازم انت تبقى عارف ان فكرة الجمل المحفوظة اللي احنا يعني بنقول الطالب الضعيف يا ماشي يا ابني اكتبها مقدمة وخاتمة. الكان ده مش منطيكي في سروية عامة. معشان في عبدي جمل محفوظة الناس كلها تخش تكتبها مفش هيعمل كده يعني. فاللي بيصحح ممكن اقصد. فخلي الطريقة دي على جنب شوية طريقة الجمل المحفوظة يعني اخر السنة لو واحد وقع خالص يحفظ له كم جملة يكتب. وما انا مستر النهاردة عايزين نتعلم نكتب صح. ازاي نكتب ناخد البراجراف ونجيب الفول مارك الدرجة النهائية. انا لو جالي مثلا في امتحان مثلا موضوعين عن مثلا زي امبورتنز اوف توريزم يعني يا شباب يعني موضوع عن اهمية السياحة. وموضوع تاني مثلا عن اه مثلا اي حاجة مثلا ريدنج القراءة مثلا اي موضوع مختلفة هو كي يجيب لك موضوعين انت لازم تبقى يعني احكيت ان انت تختار الموضوع اللي انت تكتب فيه ده يبقى سريع. لو انا قلت نهاردة مبدايا انا جالي موضوعين في سنوية عامة زي كده وانا لحسيت ان انا ممكن اكتب عن السياحة من الموضوع الشائعة. فده بالنسبة لي هيبقى اكتر يعني. بص يا شباب هي الطريقة الصح اللي انا شايف دايما لازم نلجأ اليها هي طريقة الافكار. يعني مثلا انا راجل في سنوية عامة ليس يكون عندي افكار بالعربي. زي ما بكتب تعبير هو نفس الفكرة. يبقى انا لو انا خدت معايا قلم وصاص وجيت بسرعة كده في اخر الورقة اللي جاء بقول البوكلت. وبدأت اعمل زي افكار عن السياحة. يعني بدأت اجمع احاول ان انا جمع حاجات مهمة ممكن اكتبها عن السياحة. والله مستر انا ممكن عشر جمل اتنشر جمل اقدم اقدر يبقى عندي اللي انا هامش عليه. اكيد يعني اه هتكلم عن السياحة يبقى اكيد انا هقول له مثلا ان تلعب السياحة دور هام في بلدنا. اكيد اجماعة كلنا عارفين ان السعودي بتلعب دور مهمة في بلدنا. دي جملة شائعة اكيد اكتبها. اكيد مثلا هقول له ان السياحة مثلا اه تزيد من الدخل القومي. انا عايزك تبص في الطريق التكويني للجملة انا ما بتعمدش ان انا جيب جملة طويلة. لان هاتطر اخش في روابط هاتطر اخش في جرامر هغلط في حاجات معينة. انا عايز الجملة المباشرة. السياحة دي بتزود لنا الدخل القومي. كويس جدا جملة بسيطة. ممكن نقول مثلا ان السياحة بتوفر فرص عمل للشباب جملة بسيطة. ولازم اكون وانا بكتب الجملة. انا عارف الكلمة دي انا فيه كلمة اسمها job opportunities يعني فرص عمل. لازم اكون يا جماعة انا عارف. ممكن برضو ان السياحة برضو مثلا شباب بتوفر مثلا لبلدنا الكسير من العملة الصعبة. هارد كارنسي عملة صعبة. العملة الصعبة. انا عملك كلم ده على الفكرة انا اشتغلت عليها اهمية السياحة. فحب حاول ادي نقط كتير للفكرة اشغال عليها. اكيد يا جماعة مسلا ان السياحة تعطي صورة جيدة لبلدنا في الخارج. طب انا عملك اشتغل على السياحة. هبدأ اشتغل لازم احنا دورنا ايه? دور الحكومة ايه? يعني مسلا احنا يجب علينا. يجب علينا ان نعامل السياح بطريقة جيدة. خلي بالك انا بحاول اتعمد في طريقتي ان انا افكر بفكر طالب سنواني عملك. يعني مش عارفة اجيب جملة قتيلة جملة لغوية قوية فالطالب يحس ان انت عشان انت مدارسة تكتب. انا بكلمك اهو. انت طالب مهما كان مستواج اكيد اتعرف سيكتب كان ده. مش قولك مثلا السياحة اه تعكس منظور الحضاري للشعب. اما مش عايز ادى يا جماعة اكتب حاجات. لما اجي ادى اترجم اناس وقفت. انا دايما عايز جملة تبع عندي سهل. احنا لازم دورنا ايه? نعامل السياح كمت وعامل ديل او تريد. ديل ويس يتعامل معه. طريقة ودودة. طريقة جيدة. لازم لغة تكلمة تعرفة. برضو شباب ممكن يا ابن نقول مثلا ان احنا اه يجب علينا برضو حلوة تعلم اللغات الاجنبية. بفوض نشجع تعلم اللغات الاجنبية. مثلا للتواصل مع السياح. يجب ان نستخدم الانترنت. ما هكون عادة جماعة ده عن نت ممكن يستخدمه. لمسلا لنعطي صورة جيدة لبلدنا في الخارج. طب احنا الحكومة لسه. بحنا مين كانوا دورنا. الحكومة يجب بالتواصل مع الحكومة. يجب على الحكومة. مثلا ان مثلا تبني الكثير من الفنادق المريحة. ممكن لشباب يجب على الحكومة ان توفر وسائل مواصلات حديثة. اه يجب مثلا على الحكومة ان تحمي الاماكن السياحية. جمال كلها لازم بشرة. اه وسائل الاعلام الصحافة. يجب ان تلقي الصحافة ان تلقي الصحافة. الدوق على اهمية السياحة. حاجات معروفة جدا جماعة. اه يجب ان يتعلم الطلاب في المدارس اهمية. بس انا عايز كده. عايز الجمل المشهورة المعروفة. اللي انت لازم تكون عندك القدرة تعرف ترجم الكلام ده. يعني صحافة يعني صحافة اه كلمة جماعة توريزم سياحة. لازم اتعلم يا شباب ان انا الحتة دي عايزين ان شاء الله في خلال السلسلة بنحشرين عليها سلسلة ازاي نقفل البراجراف ان احنا ناخد مواضيع كل مرة. ونشتغل. ايه اللي جي السنفات في محانسة عامة? ايه اللي موجود عندي في الورك بوك? طب ازاي اقفل البراجراف? حتي ان كل الرايتنج ضعيف? لا. عايزا ان هي. ايه الاخطاء الشيعة اللي طالة بتقع فيها? عايزك تتجنبها? تتعلم ازاي ان انت تبعد عن الاخطاء دي? استفاد من الفيديو. وما تنساش ان انت تشيره الزميلة. اذا ما بتستفاد يبقى ادوس لايك? لان انت ما بتدوس لايك ده اليوتيوب بيزهروا الناس تانية. ان الناس دي معجبة بالفيديو فبيبدأ ايبان. اخد اللينك على اي جروب سنوية عام. انا لايه مسلا الفين واحد مسلا متفرجين على الفيديو كويس جدا. ولايه مسلا خمسين واحد اعمل لايك. طب انت اخير الناس انفعهم للناس. انت اخدت مسلا فيديو واستفدت. وخلص. طب ادوس لايك مثلا اشايره الزميلة عشان غير يستفاد. فعايزين انتفعولكم معنا بيشجعنا ان احنا ننزل فيديوهات اكتر. فعايز السلسلة دي كده ننزل فيديو استفاد. ادوس لايك على الفيديو. اشايره الزميلة اسم وعمل. ونبدأ ان نشوف الجزء التاني لغد ما نخلص السلسلة دي مع بعض. فمهم جدا جماعة دعموكم. واللي انت تساعد معنا ده بيخلينا برضو نشتغل. فانا دلوقتي بقول الطالب انا عايز دلوقتي يا شباب السلسلة انا همشي بيها هتمشي كلاتي. انا دلوقتي قلت لك موضوع مشهور جدا زي موضوع السياحة بدأنا بيه النهاردة ان شاء الله كده هو. ده على اساس ان احنا فكرة. نبدأ مع بعض كلنا نشتغل ونبدأ نشوف الدنيا ماشية ازاي. انا عايز الطالب الشاطر موقف الفيديو ده. هجاب ورقة خارجية. ويبدأ يشتغل هو جملة جملة من الجمل دي. باسلوبك انتا. حاول ترجم الجمل دي تلعب السياحة دور هام في بلد. نشوفها تكتبها لي ازاي? السياحة تزيد من الدخل القومي ما يشترجم لي بعدها. السياحة توفر فرص عمل او وظائف للشباب. عايزك تترجم لي تقرأ جملة جملة من اللي احنا كانت بينهم دول براحة كده يا الشباب. وتحاول يا ابني تترجم. طيب انت الوقت الشباب ربنا يا ابني كرمك وخلاص وقفت الفيديو اه وترجمت كان ده مستر كباراجراف وسعيد ان انت تشوف مستواك وتبدأ بقى نشتعل. انا عايزك تعمل ايه? خلاص بقى. تابع معي كده احنا بنفوق بنعمل ايه? انا باجي في محنة اخر السنة بس بمسافة كلمة. مفيش باراجراف بيبدأ من اول السطر. وقلنا جملة السياحة تلعب دور مهم البلد. احجي يا جماعة سياحة بمسافة كلمة. وبدأ اقول له مسلا. في رائش. دي من الجمل الشائع اللي ممكن ان انا اقررها عادي جدا. حط كما كده. السياحة خلي بالك ما بتاخدش زي. لان هي اسم يا ابني غير معدود واي اسم غير معدود يبقى ما ياخدش زي. ابدأ من اول السطر. هنا بقى الحتة تهميني بقى. ده. لغلط بقى اللي اخطأ الشائع. زمن الجملة. دايما المواضيع العامة اللي انت بتتكلم عن حاجة عامة بتبقى مضارع بسيط. فركز على اس المضارعة. ركز معي على اس المضارعة. ما تنسهاش انها رايحها. انا اعلمك ازاي تعملش العامة بالزبط ووقت البراج لفي اخد معاك. انا بسيب مسافة كلمة. بابدأ بحرف كابتال. في رأيي توريزم السياحة. السياحة دي يا مستر بتلعب دور مهم بلدنا. واجهزة يا شاطر يا ابني احط فلوس توب كده. شو انا عزشو فيه بس مسافة ازاي في مسافة يا ابني بين كل كلمة والتانية بس. مش لازق الكلام في بعضه. ليه حطتي الان دي لازم تبقى فاهم ليه? لان دي صفة امبورتنط جاي بعدها اسم مفرد. فلازم دايما الصفة اللي بعدها اسم مفرد تاخد ا او ان. حرف متحرك اه يبقى في رأيه جملة جميلة وسهلة طيب الجملة التانية كيف بتقول ايه السياحة تزيد من الدخل القامل لو انا كترجنتها شباب هدى اترجع اكلم فاربع كلمات ممكن في حاجات بقى شائعة اللي انا ممكن استخدم استنبات سبت بقى فمن استنبات السبت اللي عايزك تصليمها فيه عندنا استنبات بتقول في الحقيقة we can say that يمكن ان نقول ان شو الجملة دي استنبات سبتة لما اجا زود بقى الجملة بتاعتي ان التوريزم عايز تقول ايه تي طبعا عشان ما تقررش اسم ايش ما لها السياحة فيه عند فرب اسمه increase يعني تزود بس السياحة مفرد اس المدارعة المستقل اللي ركز عليها our national income السياحة بتزود دخلونا القوة هط في الستوب طيب هبدأ اقول السياحة بتوفر فرص عمل للشباب عايز اكتب على طول ماشي عايز ابدأ بحاجة من عندي ممكن نقول we all agree اجريزة من الحاجات اللي ينفع بنزود بها الكلام عشان نوضع دي استنبات سبتة احطها قبل اي جملة انا مقلفها حرف capital ساب مسافة بين الكلمات ويقول اجريزة it provides بروفايتز توفر job opportunities يعني فرص عمل ده هي مستر بتوفر فرص عمل for yous للشباب السياحة ده مستر بتوفر فرص عمل للشباب افضي انا في امتحان ضعت مني كلمة فرص عمل دي ما اكتبش سبيلنج غلطة مستر عايز اي شاطر كده ايه دي ايه المشكلة قبل ما بترجم قبل ما ابدأ اشتغل اول مثلا هي بتوفر jobs وظائف for yous للشباب هي دي ميزة ان انا بكتب الفكرة قبل ما ترجم عشان قبل ما اشوف علي قواصف من السبيلنج بتاعي عارف انا هكتب ايه اب انا بترجم الجملة بالراحة طيب نرجع نشوف يا جماعة الجملة التانية كان فيه بعد كده يبقى السياحة توفر فرص عمل للشباب السياحة تزيب من الدخل القومي السياحة بتوفر للبلد الكثير من العملة الصعبة يبقى برضو ارجع اقول له مثلا it provides ما تنساش is المدارعة it provides هي بتوفر a lot of الكثير من hard currency الكثير من العملة الصعبة for our country لبلد يبقى السياحة يا مستر ما لا شباب دي يا مستر عندنا provides بتوفر لنا ما تنساش is المدارعة بتوفر لنا يا شباب الكثير مننا مستر الكثير من العملة الصعبة تبدأ حاجة كويسة ان يتوفر لنا الكثير من العملة الصعبة لبلدنا يبقى انا اشوف الجملة اللي بعدها وبالراحة كده يا شباب وحاول انا عايز اوصل ل120 كلمة وعايزك تقول انت وقفت الفيديو وشفت طبعا الدنيا واشة ازاي طيب الجملة اللي بعدها بنبدا نتكلم على دورنا انا عرصة كلمنا الصحة بتعمل ايه في لسه جملة الصحة بتعطي صورة جيدة لبلدنا في الخارج حاجة اقول له مثلا انا عايز استنبا سابتة تسهل معي وده الفلسطوب بما تنساش في حاجة شباب اسمها مثلا اه ممكن اقول from دي مستنبات السابتة from my point of view انا من وجهة نظري from my point of view it gives هي بتعطي a good picture صورة جيدة good picture صورة جيدة of our country او for our country ينفع جماعة الاتنين لبلدنا او ابرود بالخارج يبقى بتدي صورة جيدة لبلدنا ابرود للخارج طيب عندنا الشباب مثلا في جملة بتقول احنا بقى هبدأ خش على دورنا احنا احنا لازم نعمل يا ابني احنا لازم ان احنا نعامل السياح بطريقة جيدة طبعا مستر هبدأ يكمل زي ما انا ما تنساش ان انت ماشي بقال بلك لازم في الاخر انا ابدأ نراجع كل ده بداية الجملة حرف capital s المضارعة الحاجات اللي دايما الناس بقى فيها we should we should we must treat trust يجب ان نعامل السياح in a friendly way بطريقة ودودة احنا شباب مفروض احنا بنعامل السياح دول بطريقة ودودة ما كان يابني ما بتخلص الفلسطوب بتبدأ الجملة البالية طيب في عندنا مثلا مستر يجب ان نتعلم اللغات الاكنبية للتواصل مع السياح اقول له الله مثلا يعني in fact في الحقيقة in fact في الحقيقة we should we should learn يجب ان نتعلم we should learn يجب ان نتعلم foreign languages اللغات الاجنابية لبا مستر تو عشان communicate نتواصل with touristism مع السياح جمل بسيطة باستخدم اللغة بتاعتي ما بحبش اجيب جمل صعبة كلمات مع ادى ما بحبش استخدم اسلوب العربي ان انا بكتب اسلوب ادى بقوي فجأة ترسينا الشطرة بتحاول تعمل كده بس بتقع هو اخر السنة اللي يهمه تركيبت الجملة ده فاعل طب انت كاتب should مفيش هسمعها should two غلطة شائعة يجب ان نتعلم يقولك ان دي يبقى should two لا مستر should plus infinitive should والمستر to communicate with sources عشان تواصل مع السياح في تنا مستر عندي جمل تاني ان عايز اقفل paragraph بتاعي بيقولك يجب ان نستخدم الانترنت مش يبقى عايز اقول مثلا كل واحد فينا مثلا everyone of us كل واحد فينا شباب او يقول كلنا we should we must use the internet يجب ان احنا نستخدم مستر the internet to give عشان نعطي مثلا true information معلومات حققية good information good picture صورة جيدة يبقى to give مثلا information عشان نعطي معلومات about our country عن بلدنا about our country عن بلدنا about the historical places عن الاماكن التاريخية to مثلا the people للناس ابرود خارج البلاد يبقى مستر مفروض كل واحد كده يبدأ يستخدم النبط عنده يبدأ يكلم عن حاجة من مثلا الاماكن الجميلة في بلدنا ونبدأ ننفع الرفة للناس خارج البلاد طيب عندنا شباب يجب على الحكومة بقى هبدأ اخش على دور الحكومة يجب على الحكومة ان تبني يبقى شباب ممكن نقول له مثلا no one محدش الحاجات بل انت تحب تكتب في النص بتبدأ ش به no one can deny that لا احد يستطيع ان ينكر ان الحكومة دي مالحكومة شباب يجب تبني كثير من مثلا الكثير من الفنادق المريحة جود هوتيل الفنادق الجيدة يجب على الحكومة ان توفر مواصلات جيدة للاماكن السياحية يبقى برضو الحكومة يجب مصد ان كده متوفر اسمها provide good means of transport لازم توفر وسائل مواصلات جيدة to the tourist places للاماكن السياحية يجي السياح هنا يلاقي كده في توفر بنسباله underground metro الانفا passes اتوبسات يستخدمها بسهولة بنسباله عشان يروح الاماكن السياحية برضو يجب ان تحمي الاماكن السياحية تمشي مش زا جافر نمينت الحكومة ات او زا جافر نمينت الحكومة خباك الحكومة مفرد وجمع بس بس احنا دايما في الترانسليشن وفي البراجراف بنعملها معاملة المفرد زا جافر نمينت شود يجب ان هي بروتيكت تحمي زا tourist places الاماكن السياحية من فاشل مع السقه يروح في مكان سياحي يلاقي الدنيا بايس لازم يكون في امان لو حسي بالاستقرار فلازم الحكومة طبعا تحمي الاماكن التاريخية في عندنا حاجات كتير يا شباب زا بريس الصحافة دايما الصحافة يا جماعة الشود يجب ان هي بقاليها دور الشود spotlight يعني طلق دو spotlight on على the importance يعني اهمية the importance of tourism يعني اهمية السياحة يبقى زي ما انت شايف انا بشتغل ازاي انا عايز بص انا عايز اقفل البراجراف مهما كان مستواك انا بخاطب ناس من طبع محافظات مصر كلها انا معرفش مستواك عندنا ناس كده جدا بتتبعنا في ناس لغات مدارس لغات في مدارس خاصة في مدارس عربي متوسط في مدارس عربي شاطر فانا عايز كله يستفاد عايز يتفرج على الفيديو اقدر ان انا افيد الناس كلها مدارش خاطب الفعل عالي قوي في عيني الضعيف يضيق مني او خاطب الضعيف فالشاطر يزهر انا عايز كله يستفاد فبحوله وسطا اشترح ان انت تعرف خارج من الفيديو اه خدت معلوم ميستر الوقت في عامل سلسلة جديدة اسمها ازاي نقفل البراجراف ان شاء الله كلنا مصر كلها نشتغل مع السلسلة دي لغات ما نوصر كلنا ان شاء الله على اول خمسة كله بيعفق البراجراف ما اسمعش كلمة حد عنده مشكلة في الرايتنج هتقول انت عندي مشكلة في الرايتنج يبقى انت كسول مش عايز تتعب معنا انما اللي هيمشي معنا في السلسلة دي ان شاء الله هنوصل في النهاية ان احنا كلنا نقفل البراجراف في تعليمات عشان تستفاد من السلسلة دي مبدئيا اول حاجة ان انت دايما وانت بتتفرج تبقى مستعد ان انت تكتب فبتشوف فكرة البراجراف في الاول والجمل اللي احنا كتبناها وتبدأ توقف الفيديو وتحاول باسلوبك انت تمشي خطوة خطوة تترجم الجمل دي تحاول تتابع كده وازاي تكتب والزمن والحرف وبعد ما تخلص تبدأ تشغل الفيديو وتصحها نفسك وتشوف انت كاتب التركيبة صح ولا عكست حاجة هل انت عندك جمل جديدة افكار جيدة اكتبها ممكن في كومنس تحت تعليقات اكتب البراجراف بتاعك بعد ما تكتبه اكتبولي في تعليقات اشوف اتابع كده اشوف انت الدنيا ماشية ازاي تكتب صح ولا غرض لازم تخلي بالك ان فيه اخطاء شائعة الناس كلها بتقع فيها موضوع اس المدارعة الطالب دايما بينسى اس المدارعة كتبت في المدارع البسيط قلت السياحة طب ماشي معنا السياحة دي مفرد يبقى لازم السياحة لازم الاس دي خلي بالك ان فيه سعاد الطالب بينسى الاس لما الفعل يلف معه شوية يعني ما اقول لك مثلا ايه بناء مثلا بناء الكسير من الفنادق يساعد مثلا السياحة فلما اجا اقول بلدن الوتو فوتلز بناء كسير من الفنادق غلط لان انت لما بتقول بناء كسير من الفنادق ما له البناء ده هلبس اس المدارعة يخلي بالك دايما اس المدارعة بتفرم فيه غلطة شائعة دايما يا شباب مش عقف ليه طريبا معظم الناس بتوعها فيها كلمة دي دي من اشهر الاخطاء الشائعة عندنا في مش عقف ليه الطالب دايما لما يجي يدي ضمير ملكية لحاجة غير عاكل يكتب كده ده مش ضمير يا رايس ده مش ضمير ملكي مش عقف ليه ده ده او او هاز لما يجي اصارو لما يجي كلمة مثلا له اصارو جيدة يبقى هاز كده يا ابني اتس ما بتكتبش من غير الابوسطف اتس مثلا اصارو فدي غلطة شائعة معظم الطلبة بتوع فيها اني دايما الطالب يحكي بكلمة ملكية يحط دي مش يا جماعة خلق كل الناس وعفق كلمة دي ده مش ضمير ده ات از او ات هاز الملكية اسمه كده فخلي بالك وانت بتكتب هتدي ضمير ملكية لحاجة غير عاكل تكتب هالي بالشكل ده برضو ترجم ويشود ويشود رح كاتب ويشود طبعا ده ضعيف قوي عشان شاف كلمة انفة بيحط ايه داخل ده في الموضوع يبقى يجب ان نعمل ويشود يجب ان نعمل من اخطائي الشيعة جدا جدا لما اجي اعمل ضمير عايد على اه مسلا حاجة غير عاكل يعني انا كتبنا في ان احنا مستر وي مثلا لازم نبني الكثير من الهيستوريك او الكثير من الاماكن التاريخية ويجب ان نحميهم فبقول ويشود بروتيكت يجب ويشود بروتيكت الطالب دايما فاكر ان ده غير عاكل يبهياخد ات لا اماكن جمع حتى لو غير عاكل حتى يا ابني لما بيكون الغير عاكل لما بيكون شباب الغير عاكل اداما هو جمع يبقى بروتيكت زم لاني غير عاكل جمع فالضمير بتاعهم زي فزم فدي غلطة شيعية جدا لو عاد بتكلم مثلا عن ايه ليه الافلام الخيال العلمي دلوقتي ليه يا ابني الفيلم مزباد محبوبة لما اجا اتكلم عليهم يبقى احنا او مصط احنا يجب او مثلا نيد محتاجين لان الافلام جمع يبقى عايد عليهم بزي او زي فدي غلطة ناس تكتب برضو من الاخطاء الشقيعة وانتواخدها في الجرامر ان انت تبدأ بكلمة او دي فيها مشكلة لازم كل واحد يشتغل بجد عشان يحقق سنة ثالثة احلام غلط يا رئيس ليه ما كل واحد لازم يشتغل بجد عشان يحقق لك الله يا عبيد ما انتواخد في الجرامر ان الفعل بتاعها بيبقى مفرد انما الضمير جمع فدي غلطة اللي بيصح عارف اول ما بيلاقي طالب سنة عام بادي الجملة هو المدارس بيدور بعنيه فين الضمير عارف ان الطالب هيكتب كل واحد لازم يشتغل بجد عشان يحقق مين يحقق يا ابني زير لان الفعل بتاعها مفرد انما الضمير جمع فلايز انت خلي بالك من الكلام ده حت لان انت تكون في سنوية عامة ما تقفش تكون جملة دي كارسة لان انت تقفل بركة هتقفل ترانسليشن هتقفل لازم ايدك تمشي تكون الجملة بيمشي من الفاعل السياحة توزيد من الدخل القومي السياحة بتلعب دور هام في بلدنا يبقى ابدأ بالفاعل السياحة توريزم ولازم تاخد ومذكر كده الاول انا وازاي توريزم السياحة تلعب ده الفعل بص بص ماشي فاعل ودي فعل لازم قلتك كده ادي الفاعل ودي الفعل واسيب مسافة بين الكلمات مش عارف غريبة او شفتها برضو عند طلبة كثير وهم بيكونوا جملة يقول لك مسلا ده هي بتجعل او هي بتساعد مش عقف ليه كتير يقول لك ات كده وعمل كده وحكاتب هلب مسلا انت راجل السياحة زمن ايه ده يعني ايه الحاجة الزمن اللي فيه اس وبعد كده هلب مفيش اسمها ابني كيف انجليزي وبعد تغلط الغلطة دي دي شفالي خالص كده مفيش اسمها كده مفيش اسمها ات ات هلبس يبقى عايز الشباب الناس ان شاء الله شباب لاستفاد من السلسلة دي هنبدأ ان شاء الله نحاول نحاول ننزل على طول الفيديوهات في احكام مش عالين في كذا حاجة الشرح موجود عندك في حاجة اسمها قوام التشغيل تخش على قوام التشغيل في القناة هتفتح هتلاقي الترمي الاول مثلا تلتة سنو هتلاقي مثلا في قوام التشغيل هتلاقي المحادسة مثلا بكل فيديوهاتها هتلاقي بفيديوهاته يعني كل حاجة هتلاقي ليها في قوام التشغيل تتابع فيديوهاتي وشغالين دلوقتي سلسلة مراجعة كتاب العمليقة عاملين يا شباب طبعا في حل الكتاب والشركة المسؤولة يعني شاكلة قاية هشباب هنجيب لهم الكتاب والناس في الاقلين عايز يشتري لوحده الكتاب من غير مدرس ويتفرج على الفيديوهات دي ويحل الواحده ويتابع معنا ويشوف افكار الجمل يعني ان شاء الله لو عدت في البيت وجبت الكتاب ممكن انت ربنا كما تحل انت وزبط حالة ودي السلسلة جديدة هيدل وقت للباراغراف بس هننزل فيديوهات اتلاقي في قوام التشغيل سلسلة كده مكتوب كده ازاي نقفل الباراغراف ده اسم السلسلة ونفضل وورا الباراغراف لغاية ما الناس كلها تكتب ولازم كله يستفاد ولازم كله يحاول بس مش تسمعش بس لو سمعت بس تستفاد طلع ورقة كشكول وكتب كل يزوع نزل او كل كامل ينزل للباراغراف اكتب باراغراف وقف الفيديو وترجب وبعاك صحح معنا انت نفسك وشوف الدنيا ماشي ازاي فده ان شاء الله نحاول ان احنا نخلص من السؤال ده وزي ما قلتلك خير الناس انفهم للناس عايزين كله يستفاد دوس لايك للفيديو عشان الناس تعرف ان في فيديو ده بيزهر لليوتيوب لناس تاني اخد شير للينك بتاع الفيديو واخش على اي جروب سنوية عامة يا شباب زمائلي تابع السلسلة دي مفيدة عندي صحابي على الوقت سعمين جروب بصوا يا شباب عشان كله يستفق عندي منطقتي عشان كله الناس يبقى انت اللي بفرح لما تخش على جروب سنوية عامة ولا اقوحة مثلا معلق يا شباب ده تابع قرارات مستر محمد دي بعدها فيديوهات كازا بحس ان في طلبة تستفاد وبتساعد زمائلها فده بفرحن شخصيا فاحنا ان شاء الله يا جماعة السلسلة دي انا عارف ان شاء الله ربنا يكرمكم تبقى حاجة كويش وتستفدوا منها ان شاء الله مستنين تعلاقاتكم كل واحد يكتب رأيه في الفيديو عجبك ما عجبكش شايف انه ممكن نحسن حاجة شايف ممكن نشتغل ازاي لو انت كتبت جمل عن السياحة زي اللي احنا كتبنا اكتبها في التعليقات كتبت انت جمل من عندك مختلفة اكتبها برضو اه ان شاء الله هنشتغل زي ما قلنا هنكتب بارا جرافز كتير هنبدأ ناخد بارا جرافات الكتاب الورك بوك عندنا اتنشر امتحان ناخد كل بارا جراف موجود في الامتحانات ونكتبه مع بعض هنخش بعد كده على بارا جرافات سنوية عامة هنكتبهم برضو مع بعض بس هنخلي السلسلة دي ان شاء الله ما تقلش عامة سنقول عشرين خمسة وعشرين بارا جراف نحاول يعني مرتين في الاسبوع نكتب بارا جراف يبقى كل الناس اللي هتتابع السلسلة دي على نهاية الشهر والشهر اللي جايين ان شاء الله يبقى كل الناس خلصت موضوع البارا جراف وضماننا السبع درجات ان شاء الله بتوع فيارب تكونوا استفدتم استنين بتعلاقاتكم ودعموكم يا شباب